السيسي يهني الرئيس الجديد للكونغو الديمقراطية ويؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية خلال ضربة امنية موجعة الجيش الليبي يقضي على ارهابيين اثنين من اخطر العناصر المتطرفة في مدينة درنة لممارستها غير المهنية واختلاق اخبار كاذبة تقرير حكومي فرنسي يطالب نيابة العامة بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في باريس الحادية عشر بتوقيت القاهرة ونشرة الحصاد اهلا بكم والى التفاصيل حيث هنى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو واكد رئيس السيسي خلال برقية تهنئة حرصه على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين البلدين بما يضمن للشعبين المزيد من الخير والنماء والتقدم كما اعرب السيسي عن تطلعه للقاء نظيره الكونغولي في اقرب فرصة للاستمرار في تطوير روابط الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف مستقدات الاوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الازمة السورية سبل الدفع بالحل السياسي لكسر الجمود الحالي للازمة خلال اتصال هاتفي اكد الوزيران ضرورة مواصلة دعم المساعر الرامية الى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية القائمة على حل الدولتين وذلك باعتباره ركيزة اساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة كذلك تناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية واهمية التعاون القائم المشترك بالاصعدة كافة خلال المرحلة المقبلة وصلت الى مملكة البحرين تشكيلات من القوات البحرية والجوية المصرية للمشاركة في انشطة وفعاليات التدريب البحري الجوي المشترك حمد ثلاثة الذي يستمر لعدة ايام بنطاق قاعدة سلمان البحرية وقاعدة عيسى الجوية بالمملكة هذا ويشمل تدريب العديد من الانشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية والتدريب على ادارة اعمال القتال الجوي والبحري المشترك باستخدام احدث التكتيكات الجوية والبحرية واساليب القتال الحديثة ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشتركة من الجانبين وصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الى مدينة الزيارخ السورية السويسرية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لحضور منتدى دافز الاقتصادي بسويسرا المقرر انطلاقه غدا وسيعقد مدبولي على هامش فعاليات المنتدى العديد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين عرب واجانب بالاضافة للرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك الاستثمارية والمجموعات الاستثمارية العالمية نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الانباء التي تحدثت عن زيادة اسعار الزيت التمويني بداية من قرارات فبراير كما قام المركز بنفي عدد من الشائعات ايضا نتابع شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر تمكنت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع فروعها الجغرافية من ضبط عدد من المخالفات وسلع منتهية الصلاحية في اطار جهودها لضبط الاسواق للتصدي للمتلعبين بالدعم تواصل الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع مدريات الامن حملتها في هذا الاطار وتنجح في ضبط مالك مخبز بلدي بالدقاهلية لاستلائه على عشرة اطنان وتسعمائة وخمسين كيلو دقيق بلدي مدعم وتصرفه فيها بالبيع في السوق السوداء كما تمكنت من ضبط مسؤول مخبز بلدي بالقاهرة تلعب في منظمة الخبز وتصرف في كميات من الضقيق البلد المدعم ببيعها في السوق السوداء مستولية من وراء ذلك على تسعة وثمانين الفا ومائتين وثلاثة عشر جنيها الادارة ضبطت مسؤول محطة وقود بالدقاهلية استولى على 7473 لتر سولار وبنزين مدعم وقام ببيعها في السوق السوداء كما تمكنت الادارة من ضبط مالك مستودع بوتجاز بسوهاج استولى على 600 سطوانة وبعها بازياد من سعرها الرسمي لتحقيق ارباح غير مشروعة كذلك تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من احباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهروين والمرجوانة والحشيش عدد من الاقراص المخدرة الى داخل البلاد ضربة امنية جديدة وناجحة ضد تجار ومهرب المخدرات وجهتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات لهم فبعد معلومات اعقبها تحريات باعتزام احد العناصر جلب كمية من المواد المخدرة لداخل البلاد عبر ميناء الغردقة الجوية تم رصده ومتابعته وعقب تقنين الاجراءات وبالتنصيق مع قطاع الامن الوطني وقطاع الامن العام والادارة العامة لامن الموانئ تم ضبطه حال وصوله للبلاد وبتفتيش امتعته عثر على قالب لمخدر الهروين و1044 كرس مخدر العقار الاكستازي اضافة الى مخدري المرجوانة والحشيش وانبيب تستخدم في طاعات الكوكايين ومبلغ مالية واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وقع رئيس هيئة الرقبة الادارية لواء شريف سيف الدين ووزيرة الاستثمار سحر نصر اتفق منحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 34.5 مليون جنيه لدعم مكافحة الفساد بحضور سفير الاتحاد الاوروبي لدى القاهراء ايفان سوركوش واكد رئيس هيئة الرقبة الادارية ان استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على اساس من الشفافية والعزم على ان تكون مصر في صدارة افريقيا بل والعالم في هذا المجال وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من جانبه اكد سفير الاتحاد الاوروبي على مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشدة التقى وزراء الانتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة مسؤولي شركة PSR الالمانية المتخصصة بمجال ادارة المخلفات في برلين وركز اللقاء على بحث اوجه التعاون والتعرف على اهم خبرات الشركة في ادارة المخلفات وسبول نقل وتوطين هذه التكنولوجيات للاستفادة منها في وضع نظام متكامل ومستدام لادارة المخلفات في مصر واجاءت الزيارة بتكليف من الرئيس السيسي بهدف حل مشكلة القمامة في مصر وتدشين منظومة خاصة بخدمات النظافة وادارة المخلفات الصلبة تواصل فرق التدخل السريع المشتركة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عملها لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمشردين وتجوب فرق التدخل السريع المحافظات المختلفة بحثا عن هؤلاء المواطنين حيث بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها على مدار الايام السابقة حتى مساء امس ستي مائة وخمس حالات افتتح محافظ ألمينيا لواء قاسم حسين معرض السلع الغذائية المقام بجوار ميدان المحطة بهدف محاربة الغلاء وبيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وقال المحافظ ان تنظيمة مثل هذه المعارض يأتي ضمن المبادرة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم والمساهمة في تلبية احتياجاتهم المعشية ومحاربة جشع بعض التجار ووجه المحافظ بتنظيم المعرض بمراكز المحافظة التسع بالتنصيق مع كافة الجهات أجرت حملة تعنيك في عينينا كشفا طبيا على 73 حالة في محافظة الإسماعيلية مع مواصلة إجراء العمليات المطلوبة للمرضى وصرف العلاج اللازم مجانا وتلقي الحملة المقامة تحت رعاية الرئيس رئيس الوزراء إقبالا كثيفا من قبل المواطنين عينيك في عينينا حملة لمكافحة مسببات العمى تقام تحت رعاية رئاسة الوزراء تواصل عملها للكشف عن أمراض العيون حيث أجرت 73 عملية مياه بيضاء لأبناء الإسماعيلية مجانا الحملة جابت عدة قرى في محافظة الإسماعيلية ووزعت ما يقرب من ألفين نظارة طبية على المرضى بقرى الشروق والقصاصيد بعد توقيع الكشف عليهم عملنا كشف على ألف وسبعمائة أكثر من ألف وسبعمائة حالة نتج عنهم مجموعة من العمليات مياه بيضاء وفي مياه زرق ونتج عنها حاول وتريع قرانية المؤسسة متبرعة هي اللي بتبدأ تدينها كمركز شغل العمليات اللي بتعمل بعد وموافقة الشؤون الاجتماعية وبحث حالة الاجتماعية تحت رعاية رأس الروز توقيع الكشف الطبي كشف عن وجود 73 حالة تحتاج إلى عمليات جراحية وتم تحويلها إلى أحد المراكز الطبية لإجراء عمليات جراحية وتتكفل المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الصناع الخير بجميع التكاليف بداية من الكشف وعمل النظارات الطبية حتى إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة كفيلة جاتلنا هناك في العزب وكشفنا وقالونا لكم عمليات وجينا بقى على هند رحت المبادرة بتاعت عينك في عينينا والحمد لله الناس قاموا معنا بأعلى واجب وعملنا كشفات وفحصات واللي كان مطلوب عملية بعتولوا انه يعمل عملية واتصلوا بينا وحضرونا للعمليات وحنا الحمد للهنا هضا جينا نعمل عمليات القفلة جات عندنا في في دار مناسبات وكشفت على العناية وبعدين قالوا لي عندك عملية وقت من ايه خد رقم تليفوني اول ما ايجا ايه وقت معادي العملية اتصلوا بي واجيت النهار وتلاق المبادرة اقبالا كبيرا من المواطنين للكشف على عيونهم وهناك كثير من الحالات لديها مشكلات بسيطة بالنظر وتكون النظارة الطبية هي الحل لكي يستطيع الشخص مواصلة حياته وإلى الشأن العربي حيث عبر اعضاء مجلس النواب الليبي عن استياءهم مما ورد في احاطة المبعوث الاممية الى ليبيا غسان سلامة امام مجلس الامن بتجاهله تضحيات الجيش الوطني الليبي في محاربة الارهاب ورفضه العملية العسكرية التي يقوم بها في جنوب البلاد واعلن نواب المجلس تخويل رئاسة المجلس بوضع الرد المناسب على احاطة سلامة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتريش والتجاوزات التي يرتكبها المبعوث الاممي من خلال تجاوزه لاختصاصاته وصلاحيته ومجانبته للصواب في الكثير من القضايا الخاصة بالشأن الليبي اعلنت غرفة عمليات الكرامة القضاء على الارهابيين جمعة الشعلالي ومحمد الشطاني بمدينة درنة وذلك خلال عمام العسكري ورجال القضاء للمزيد ينضم الينا هاتفيا من طبرق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بالحق تحية لك نعم مساء الخير لك ولكل استاذ المشاهدين الكرام مساء نور يعني الجيش الليبي يثبت من جديد إصراره على تطهير البلاد من الارهابيين كما رأينا يعني رأينا ذلك في درنة وأيضا سبها كيف تؤثر هذه العمليات على الوضع الراهن بشكل عام في ليبيا وأيضا رؤية المجتمع الدولي لما يجري هناك نعم بكل تأكيد شتان بين العدر الله بعد تحرير بنغازي وتحرير درنة اليوم الجيش في الجنوب الليبي ويقوم بعمليات نوعية لا سيما قبل حوالي ثلاثة أيام القضاء على أبو طالحة الليبي ومدعو الشرطاوي مصر الجنسية وعدد من الارهابيين في جنوب البلاد الحمد لله كل يوم يبسط الجيش الليبي سيطرته على عدد من المناطق القضاء على عدد كبير من هذه التنظيمات الارهابية وأيضا رؤوس هذه التنظيمات التي تعمل وتعتبر هي العقل المدفر لأذي التنظيمات للأسف الشديد للشعب الليبي تعليقات غير مفتولة نعم نعم وضحت الرؤية أشكرك شكرا جزيلا سيد عبدالله بالحيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي نفت الخارجية الأمريكية مقتل أي من جنودها في التفجير الانتحاري الذي استهدف رتلا أمريكيا مشتركا مع قوات سوريا الديمقراطية جنوب مدينة الحسكة السورية كما نفت الأخيرة أيضا مقتل أي من عناصرها وذكر البيان الأمريكي أن القوات اتخذت تدابير احتياطية مكنته من تفادي العملية الإرهابية بحث المبعوث الأممي إلى سوريا جير بادرسون مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروفو والدفاع سيرجي شويغو تطورات الأزمة وخطة العمل الأممية أقل بادرسون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن المباحثات ركزت على اللجنة الدستورية وبناء الثقة بالإضافة إلى مناقشات إيجابية حول القافلة الإنسانية الثانية للأمم المتحدة بمنطقة الركبان وأضف أن الوزيرين الروسيين أكد دعمهما القوي للتيسير الأممي للعملية السياسية للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار أكدت وزارة الخارجية السورية أن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا دعم الولايات المتحدة المستمر لها ووجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق وريفها قالت الخارجية في بيان إن تصرفات إسرائيل ما هي إلا محاولات لإطالة أمد الأزمة السورية أفد تقرير صدر عن هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين أن قوات الأمن التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت سجن عوفر واعتدت على الأسرة ودمرت مقتنياتهم وأضافت الهيئة أن الاقتحام يأتي بعد قيام قوات الاحتلال بإجراء تفتيش استفزازي للأسرة تبعته بإطلاق الغاز عليهم داخل مقار احتجازهم أدان تقرير صادر عن المجلس السماعي والبصري المعني بمتابعة وسائل الإعلام في فرنسا الممارسات غير المهنية لمكتب قناة الجزيرة القطرية في باريس وأكد المجلس في تقريره الموجه إلى النيابة العامة أن القناة القطرية فبركت أخباراً وتحقيقات عن عمد من شأنها الإضرار بالأمن القومي في البلاد وإثارة البلبلة بين المواطنين الفرنسيين واختلاق وقائع وأحداث وشهادات لا علاقة لها بالواقع بهدف إثارة الرأي العام بشكل سلبي للمزيد ينضم إلينا هاتفياً من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي تحياتي لك سيد سليمان أهلا بك أهلا بك يعني محاولات مستمرة من قبل قناة الجزيرة القطرية لفبركة أخبار وتحقيقات من شأنها الإضرار بالأمن القومي العربي والدولي أيضاً اليوم جاءت في فرنسا لإثارة البلبلة بين المواطنين الفرنسيين يعني إلى ماذا تسعى قطر من خلال مثل تلك التصرفات نعم بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع أن قناة الجزيرة في قطر استحولت من وسيلة إعلام كنا نعتقد في بعض الأحيان أنها تقوم بوظيفة إعلامية إلا أنه تكشف لنا في السنوات الأخيرة وقد بان ذلك أيضاً حتى في السنوات الأولى من سلسيجها أنها ترمي تحقيق أجندة سياسية لإسقاط انظمة عربية وإثارة الكراعية والفوضى في المنطقة وهي تعمل على تحقيق الأجندة السياسية القطرية اليوم فرنسا تقول ما قالت الدول العربية من قبل ما قالته مصر وما قالته السعودية والإمارات والبحرين وهذا يدل على مستقية هذه الدول وأنها لا تبتري على قناة الجزيرة وإنما تقول الحقيقة لأن القناة الجزيرة تحولت الحقيقة من وسيرة إعلام إلى أداة سياسية لتوجيه الحروب السياسية والثقافية للمجتمعات العربية واليوم وصل تأثيرها السلبي بإثارة الكراهية وبالكذب وبالطبليل إلى فرنسا فهذا يدل على أن الرأي المتكون لدى الفقومات العربية عن هذه القناة أصبح الآن يتبلور كرأي عام دولي وليس فقط عربي وهذا يعطي الدليل على أن قناة الجزيرة هي أداة من أدوات الفوضى في المنطقة وفي العالم نعم أشكرك شكرا جزيلا أيضا على الإضاحة الكاتب والمحلل السياسي سعودي سليمان العقيل شكرا جزيلا لك أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إصدار 24 تصريحا لسفن متجهة للموانئ اليمنية وأوضح التحالف أن سفن المتجهة لميناء الحديدة تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية للتخفيف عن كاهل المدنيين وأكد التحالف أن هناك العديد من السفن في انتظار الدخول لميناء الحديدة رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزامي الدعوات التي تطالب بتأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محذرة خلال كلمتها أمام مجلس العموم من عواقب إجراء استفتاء ثاني بشأن براكستا سنغادر لاتحاد الأوروبي ولا خيار أمامنا غير ذلك وأرفض إجراء استفتاء إن ثاني بشأن البراكست كونه سيعزز موقف القوميين ويقوض الديمقراطية هناك قلق واسع لعدم وجود اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي فمن غير المحتمل أن يمدد الاتحاد الأوروبي مهلة الخروج بدون خطة متفق عليها نتواصل من أجل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتواصل لخطة خروج مرضية للبرلمان البريطاني من جانبه أيضا أكد رئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين أن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يمكن الموافقة عليها في البرلمان مشددا على ضرورة تغيير رئيسة الوزراء ما وصفه بالخطوط الحمراء خلال عملية التفاوض حول بريكست للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الإعلامي خالد مصطفى تحياتي لك أستاذ خالد تحياتي لك أستاذ خالد ما هو المتوقع أن يحدث عقب رفض ميدعوة تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن متوقعا أكثر مما ظهر اليوم في كلمة تريزا مي تريزا مي فجأت المجد السرموم الفريطاني وفجأت الشعب الفريطاني باللقاف أصطدمة على الرغم من انفتاحها الشديد للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين على كل الأحزاب والمؤسسات والنقابات الفريطانية وفتحة الباب للتناقش والتباح مع جميع الأطياف البريطانية ولكن لأتها أصطدمة التي بدأت بها كلماتها عصر اليوم بالبرلمان وهي لا لا لاستفداء آخر لا لتنديد فضلة الخروج والاستناد إلى المادة 50 وقالت أن الخيار الوحيد أن نخرج بدون اتفاق في 29 من شهر المارس القادم ومن يتابع هذا التشابك استهادي في الشرع البريطاني يرى أن تريزا ماي منذ أن اعتلت ترئاس مجلس الوزراء ولديها النية للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى ولو بخسائر كبيرة رئيس الوزراء أكدت أن الباب مفتوح أمام الجميع وقررت تشكيل لجنة من مختلف الأحزاب للتشاور معها خلال الفترة القادمة لإيجاد صيغة جيدة وصيغة ثالثة تذهب بها إلى الاتحاد الأوروبي ولكنها متخوفة من الموقف الآيرلندي لأن عملية الفاكستوب أو الحدود بين إيرلندا الشابلية وإيرلندا الجنوبية يعني وجود الحدود قد ينهي اتفاقية وقد ينبئ بصراع على الحدود ما بين إيرلندا الشابلية وإيرلندا الجنوبية وقد ينبئ أيضا بتفقق المملكة المتحدة لأول مرة في التاريخ وواضح أن الشارع الآيرلندي ملتهب في الأمن حدث صواحي الأمن انفجار شديد واليوم حدث انفجار في سيارة بان وخخخة وتم إلقاء القبضة على أربعة من ممن ينتمون إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي فالموقف في أيرلندا الشاملية أعتقد لغم وقوف الحزم التقدم الوحدواء الأيرلندي مع تريزا ماي في عدم حجب الصفاء عليها لكن الحزم لن يقبل نهائيا بخطة الباكستوك مع العلم أن الشعب الأيرلندي يريد البقاء في الاتحاد الأوروبي نظرا للإتفاقات التجارية التي أتمتع بها الشعب الأيرلندي وكذلك أيرلندا ترغب البقاء في الاتحاد الأوروبي تريزا ماي تواجه معارضة شديدة جزء داخل البرلمان وخارج البرلمان لكن من الواضح أنه حتى هذه اللحظة لا توجد شخصية قوية في حجب المحافظين وإن كان هناك أكثر من نتائج عشر وزيرة لتدعمهم فوري جونسون ولكن في وقت الحاجة يقف الجميع خلف رئيسة الوزراء جيربي كوربين لم يقدم خطة واضحة أو خطة بديلة واضحة على حسب ما قالت تريزا ماي في الضرلمان عصر اليوم أن رئيس ضعيف حجب المحافظين يريد أن يضيح تريزا ماي من رئاسة مجلس الوزراء فقط ولكن جيربي كوربين قال أن رئيس الوزراء لم تقدم جديدا اليوم في لينقشه البرلمان حتى الـ 23 وما زالت مصر على الخطوط الحبراء وإذا كان تريزا ماي قالت اليوم أنه سوف تتقال عن بعض من الخطوط الحبراء فرمت عليها كوربين وقال أي خطوط الحبراء التي سوف تتنازل عنها رئيس الوزراء رئيس الوزراء أمامها مهمة شفقة تتنقل ما بين ويلز وإستيكلاندا وإرلندا الشمالية سوف تقابل أغلب رؤساء الأحزاب وإن كانت وإن كانت غير سعيدة اليوم لأن جيربي كوربين هو الحزب الحدي الذي لم يتقبل مع تريزا ناي واشترس ضعيب حزب العمال أن ينضر بيام من مجلس الوزراء بأن بريطانيا على ثم الاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن بكلمة بكلمة غير كلمة دون اتفاق لأن غروب بريطانيا دون اتفاق سيجعل هناك فوضى على المختلف الجهات في النواحي السياسية والاستادية خاصة المالية والسجرية حتى سيجعل هناك فوضى في الحياة اليومية للمواطن العادي وزير الاستاد الألماني هو نفسه وزير الاستاد الحد الأوروبي قال صباح اليوم رسالة موجهة لفاقات الحد الأوروبي يجد أن تتنازل عن الخطوط الحمراء تجاه بريطانيا هناك ضمنات ملصرة لتقدم لبريزا ماء قبل 29 من يناير الجاري لأن ألمانيا هي الدولة الأكثر تضرورا في حال غروب بريطانيا من الحال الأوروبي بدون الطفاق لأن كلما سقط هواء الجني السترليني كلما خلق التدرات الألمانية إلى بريطانيا لأن معروفا أن بريطانيا تحصل على ربع إنتاج الخطوط المطانعة التي تصنع الزراف الألمانية 25% من إنتاج بريطانيا تكون باكتراض من ألمانيا فهذه خالة المحل珠 المقبلة سوف يدمر العلاقة التجارية ما بين بريطانيا وما بين ألمانيا وال assembling بدون الطفاق سوف يدمر العلاقة التجارية ما بين بريطانيا والإسحاد الألغربي لأن حجم الاجمالي للتجار ما بين بريطانيا البليون يورو الآية سريليون يورو ثانويا سريزا ماي لم تقاضي جديد ولكنها فاجعت الجميع بالآية الأصطادمة لكن من خلال متبعيتي لحديث سريزا ماي اليوم وجدت أن هناك بعض التراجع في حديثها أولا هي بدأت منفتحة على الجميع وهذا لم يحدث سنان العمان الماضي وقد استشفيت من جانباتها عبارة ضخيفة جدا لا نريد أن نلجأ للمدة خمسين فبالتالي سريزا ماي ممكن في النهاية أن تلجأ للنسبة خمسين من الممكن أن تمزد الفترة الفترة من الاتحاد الأوروبي لأن حتى هذه اللحظة يقول أنه لا مساز بالنص الاتفاقية الحقيقي ولكن من الممكن أن نعطي تصمينات للجانب البريطاني وعلى بريطانيا وعلى رئيس الوزراء أن تظهر ما في نواياها وأن تقول للاتحاد الأوروبي ماذا تريد من الاتحاد الأوروبي قبل 25 ميلايين أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل العالمي خالد مصطفى كنت معنا عبر سكايب من لندن مشاهدين ختام نشرة الأخبار من قناة تن ويتبقى لنا تذكرة بالأحوال الجوية ليوم غدا الثلاثة إذ يسود البلاد طقص مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وستكون سرعة ريح خفيفة إلى معتدلة وأخيرا العظمى بالقاهرة 19 درجة والصغرى 11 درجة نشكركم مشاهدين الكرام وإليكم أبرز وأهم العنوين السيسي يهنئ الرئيس الجديد للكونغو الديموقراطية ويؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية خلال ضربة أمنية موجعة الجيش الليبي يقضي على إرهابيين اثنين من أخطر العناصر المتطرفة في مدينة درنا لممارستها غير المهنية واختلاق أخبار كاذبة تقرير حكومي فرنسي يطالب نيابة العامة بسحب ترخيص بكتب قناة الجزيرة في باريس نشكركم مشاهدين الكرام أينما كنتم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر